السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين موقع كنفا. في امكنات كبيرة جدا لو انت عايز تعمل وصائق او عايز ويت بورد زي سابورة بريزينتيشن سوشيال ميديا حاجة كترة جدا. ولو انت عايز تخش في الزكاة الصناعية ممكن تدخل ابس هتلاقي تطبيقات كتيرة جدا الاف تطبيقات بلا بلغة الاف تطبيقات. لو عايز اي حاجة هتلاقي حاجة كتيرة جدا بالزكاة الصناعية. زي ما انت شايف تقدر تعمل حاجات صور حاجات صوت حاجات فيديوهات زي ما انت عايز. طيب انا عايز مباشرة هتخل على الديكومنتس. عشان نشوف ازاي بنستخدم الزكاة اللي صناعي واحنا نكتب اي وصيقة. اولا بدخل هنا زي ما انت شايف دي الحاجات الطبيعية والعادية اللي هو الحاجات الخاصة بيه الورد. نقدر نكتب بقى اي حاجة احنا عايزينها. هليني عند حاجة اسمها ماجيك رايت. هاختار بقى الموضوع اللي انا عايزه. تقدر تختار مثلا تقول له انا عايز ادي يا برينستورم. اعمل هومني بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اعمل انسيرت. ممكن تقول له انا عايز حاجات زي كده. يبدأ يزود لك. ممكن تقول له يعني في حاجة معينة عايزة ازودها تقدر تعدل فيها. تقول له الغي يزود طب. وهكزا. اقول له انسيرت فيبدأ ينزلي جدول بالشكل دوت. بدل ما كنت هاجد جهد جهد عشان اعمل حاجة زي كده. استخدام زكاة صناعي وفر معي. طيب ممكن نستخدم الماجيك رايت. ممكن نستخدم ديزاين الهيدنج التابل زي ما انت عايز فيه. ممكن اكتر جدا تقدر تختار اللي انت عايزه. طيب. ماجيك رايت دي بفلوس. ممكن تيجي هنا وتقول له create new topic. انا عايز ابدأ موضوع كديد او عايز ان انا اكمل. طب انا عايز case study على موجود. فبيبدأ ان هو يحط لك case study. الكيس study دي زي ما شايف حاجة بالتفصيل اللي الممل. تمام? تقريبا الف او الف ومثين كلمة. تمام? تقدر تعدل فيهم. تقدر تاخدهم كوبي. تقدر تعمل لهم insert. تمام? تقدر بقى تيجي هنا عندك اي تعديلات معينة تقدر ان انت تعدل فيهم. ممكن ايجي هنا وقول له كوبيك اكشن. انا عايز اعدل مثلا ان اخليهم اتنين كولوم. فيبدأ اعملهم على هيئة اتنين كولوم. او بالشكل ده تحوط تجزئ هنا وجزئ هنا. ممكن اجي هنا وقول له انا عايز اخد كوبي كوب ستايل. عايز اترجم. تمام? فعيب يقولك انت عايز ترجم ليه? هقول له للغة العربية. فبيقول لي يعني عايز صديقة او او بروفيشنال. فقول له بقى ترجم. فبيبدا يترجم ليه العربي. طيب ممكن اجي باعمل سيلكت مسلا عن جزء دوت وهاجي هنا. الجزء ده ده اداة انا مستطبها. فدي بشي استخدمها دلوقتي. ماشي? انا بستخدم الحاجة اللي موجودة في كنفا. اقول له ماشيك رايت. فبيبدا يقول لي كم الكتابة. تمام? فياخد الفقرة دي بقى ويزود عليها. تمام? يعني حاس ان في حاجة مفروض انها تضاف. فبيقول له ادبلو دفالي اسفل اللي موجود قبل كده. ممكن اعمل سيلكت بقى على اي جزء. ماشي? اهو. وقول له انا عايز هنا. شورتن يعني اثارها لي. فبدل ما هيكت كبيرة هيبدأ ان هو اللي خاصها لي. ماشي? ممكن اقول له اعمل لي الربليس لها. ممكن اجي بقى كده وروح اقول له ايه? انا انا عايز هنا. بتعمل لي مور فن. زواد لي بقى ايه? اه. لمحة ضريفة كده. ماشي? طيب. ممكن نجي نعمل سيلكت. وقول له. اتشيجي فويس خلي في كان في اه 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 رسمي او خليها فرندي لزي ما نعايز. ممكن اقول له ايه? خلي اضيف لمحة سحرية كده. اه. فزي ما تشايف فيه امكانية كتير جدا. ممكن تضيف لينك. ممكن تضيف كومنت. تمام? اه ممكن تحط ايموجي في الكصص دي. احنا رجعنا لقدماء المصريين كنوا بحط صور. اه رمزية للبدل الكلام. فاحنا رجعنا الاضطر بتاعته. ماشي? ممكن نحط دي كده مسلا. اهي. دي كومنت مسلا بحيس لو احد عايز يعرف رأي ايه. تمام? اه ممكن تخليها مور فان او مور اه فورمل او تقوله ري رايت اكتبها لي تاني. او فكس سبلينك صلح لي الكتابة وده مستبه ان هو عربي وانجليزي. فيغنيني عن الجراملي. تمام? ممكن اقوله بقى اعمل ايه ري بليس فكتبها لي بشكل افضل. تمام? عندك كومنت وبقدر تقراه في اي لحظة انتيسة. فكده بنقدر نستخدم الزكاة الاصطناعي مع كنفا بكل سهولة.